الديوانية تستقبل عاماً جديداً بظلام دامس بعد الإطفاء الشاملي في مركزها وأقضيتها ونواحيها جراء الإضراب عن العمل من قبل أصحاب المولدات الأهلية مما أدى إلى تذمر المواطنين ودعوتهم للحكومتين المحلية والمركزية لإيجاد حلول سريعة بظل زيادة قطع الكهرباء الوطنية لجهة الطاقة المفروض تفترع المولدات تفترع المولدات اللي ما مشغل اللي بحجة عاطل يعني الضحية هسا الواقع بها فقط المواطن اللي يكاسب أبو المصلحة اللي واقع بها ثاني يعني نشوف محل أظلم أنا رزقه بالليل عدم هدر المليارات اللي أنفقت على الكهرباء ما وصل بنا الحال إلى أنه اليوم نستجزي عطف أبو المولد أو نترجع أنه مولد أهلية تعوض نقص الطاقة الكهربائية اللي هي مسؤولة عنها الدولة بالأساس فهي الحلول يعني أن تبقى هاي الدوام وتبقى هذه المشاكل ما دام أنه رأس الهرم والمشكلة الأساسية يعني متلخصة بوزارة الكهرباء وبالتالي حتى أبو الكهرباء اليوم أو أبو المولد ما نقدر اللومة أصحاب المولدات الأهلية أوضحوا أسباب الإطفاء والإضراب بدعوتهم لإلغاء الضرائب والتأمينات وتوحيد التسعيرتي إسوة بباقي المحافظات وفي حال لم تنفذ مطالبهم سيستمرون بعدم التشغيل قرروا ضريبة علينا بأثر رجعي استندوا على بغداد بغداد الأمبيريا مالاتهم عالية وإحنا مدينة فقيرة الدوانية فرضوا علينا ضرائب وبدون علمنا اتفاجأنا وراء عشرين سنة إجلوا عليك ضريبة بأثر رجعي إذن أنا غريباً لغني بالضريبة حتى لو أبطل لو أظل أشتغل خلونا وصلونا لهاي الحالة خلاص الشهار لا عندي قاس لا عندي فلوس إشلون أشغل للناس وإحنا نحتضر من أهل الدوانية وبين المطالبة بالحقوق وفشل الحكومات المتعاقبة بحل أزمات الكهرباء يبقى المواطن ضحية من الديوانية السيف الفتلاوي قناة دجلة